تتسارع خطوات التكامل الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وموريطانيا وتتوسع معالم التوجه المشترك بين البلدين وفقاً لخطة استراتيجية قائمة على تعزيز العلاقات الثنائية بإستاء السلطات الجزائرية أوامر بتكثيف وتيرة الأشغال ومضاعفة ورشاة عمل المعبر الحدودي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة على أن يتم استلام المشروع مطلع فيفر القادم التأخر غير مسموح به على الإطلاق وجب أن تنتهي الأشغال كلياً تزامناً مع موعد تسليم هذا المعبر الحدودي الهام الدولة خصصت 34 مليون دينار جزائر لإنجازه علينا إثمام الأشغال في الأسابيع القليلة القادمة لأجل استلامه ودخوله حيث الخدمة الفعلية بنهاية شهر فيفر المقبل على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب مدينة تندوف الجزائرية يشيد على قدم وساق الشريان الحيوي وفقاً لمعايير عالمية ودقة في التجسيد المشروع الحلم الذي يكتسي أهمية بالغة لاقتصاد البلدين في منشأة نوعية تعزز من البنية التحتية تستهدف ترقية الصادرات والتعاون الاقتصادي المشروع الحيوي يكتسي أهمية بالغة لطبيعته الاستراتيجية الإقليمية والقارية إذ يمكن أن يؤدي دوراً دولياً في القريب القادم ينبغي أن تستجيب الأشغال للمعايير الدولية المسعى الجزائري يتجاوز السوق الموريطاني للوصول إلى دول غرب إفريقيا لأغراض التجارة والتعاون الاقتصادي المعبر الحدودي يندرج ضمن تجسيد مسعى النهوض بالتجارة الخارجية وتنشيط المعابر الحدودية المنتشرة عبر التراب الوطني مع زيادة تدفق السلع والبضائع الجزائرية وتنقل الأشخاص نحو موريطانيا تحديداً استلام المعبر الحدودي على محور تيندوف الجزائرية وموريطانيا خطوة تعزز مساعي البلدين في تجسيد أكبر مشاريع التكامل الاقتصادي على أرض الواقع بدءاً بإنشاء هذا المنفذ الحيوي مع آفاق واعدة بأن يؤدي دوراً دولياً على المدى القريب